على مدى سنوات القليل الماضية عمل النظام السوري على تطوير جيشه بل سعى جاهدا أيضا نحو بناء وتطوير النظام الدفاعي من طرف الخبراء الروس مما أصبح يشكل قوة ردع هائلة في المنطقة يهابها الغرب ويحسب لها ألف حساب تعود صفقات الدفاع الجوي الأولى بين روسيا وسوريا إلى عقود لكن روسيا في السنوات الأخيرة زادت شحناتها إلى سوريا لتحديث نظم الاستهداف السورية وجعل الدفاعات الجوية متنقلة وبالتالي يصعب على إسرائيل والولايات المتحدة التغلب عليها أدركت واشنطن أن الرئيس الأسد يسعى إلى تعزيز قدرات الدفاع الجوي بعد سلسلة من عمليات التواخل الأجنبي بما في ذلك القصف الإسرائيلي لموقع نووي مشتبه فيه في الكبر بدير الزور عام 2007 واغتيال عماد مغنية في دمشق عام 2008 بعدما أدرك النظام السوري سهولة وصول إسرائيل إلى بلده سعى لاقتناء بطاريات الصواريخ الاعتراضية الروسية ونظم الإنذار المبكر ووفق تقييم المخابرات الأمريكية في أغسطس عام 2008 بدأت روسيا شحن وحدات S.A. 22 بانتسير S.1 إلى سوريا هذا النظام يحتوي على صواريخ أرض الجو وبنادق مضادة للطائرات له نظام يستهدف استهداف رقمي على متن مركبة قتالية مما يجعل حركته سهلة جدا وفق تقييم المتحدة الأمريكية فإن لسوريا اليوم 36 مركبة مماثلة في عام 2009 بدأ الروس تطوير نظم صواريخ أرجو S.A. 3 التي عفى عليها الزمن حولوها إلى نظام S.A. 26 بيتشورا M.2 وهو نظام متنقل ورقمي ومجهز بصواريخ مع مدى تشغيل يصل إلى 17 كيلومترا هذه الأنظمة تقلق الولايات المتحدة لكن ما يقلقها بشكل خاص هو نظام حديث آخر توفره موسكو لدمشق وهو S.A. 5 مع مدى تشغيل يصل إلى 175 كيلومترا يمكن لنظام S.A. 5 أن يستهدف الطائرات الأمريكية الآتية من قبرص حيث توجد قاعدة حلف شمال الأطلسية الرئيسية عندما بدأت التظاهرات ضد نظام الأسد في مارس عام 2011 و11 يقول مسؤولون أمريكيون أن روسيا واصلت دعم نظام الدفاع الجوي السوري وعملت على توفير المكونات الرئيسية وقطع الغيار وإرسال فنيين ويعتقد مسؤولون أمريكيون أن أحد أنظمة بيتشورا أسقط طائرة استطلاع تركية في يونيو العام الماضي وهو حادث رقبته الولايات المتحدة من كثب واعتبرته إثباتا على أن النظام لم يتدهور من جراء النزاع ورغم تحديث دمشق منظومتها الدفاعية يعتقد أنصار العمل العسكري أن التهديد الذي تمثله الدفاعات السورية مبالغ فيه من قبل إدارة أوباما وجزء منه يهدف إلى تبرير عدم التحرك تجاه دمشق